علج مجلس قضاء العاصمة اليوم قضية مفجر ما يعرف بالقضاء والمجهدين المزيفين بن يوسف ملوكة حيث طلب نائب والعام بتشديد العقوبة ضد ملوك عن تهم القذفة التي رح ضحيتها الوزير الأسبق للمجهدين محمد جغابة وصرح عاملو كما ملقاضي أنه يملك 520 ملفا يحتوي أسماء لأشخاص استغلوا نفوذهم وتحصلوا على مناصب في الدولة عن طريق وثائق مزورة في وقت كشف فيه الوزير الأسبق للمجهدين جغابة محمد هوية صهر الذي كان مجرد موظف بالوزارة ولا علاقة له بالقضاء